بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيي بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالإستكانتي لديك فإن طردتني من بابك فبمن ألود وإن رددتني عن جنابك فبمن أعود فوأسفاه من خجلتي وافتضاحي وواله فاهم سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير أنتهبى لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من بردي عفوك وغفريك ولا تعرني من جميلي صفحك وستريك إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجير من سخطه أحد سواه إلهي إن كان الندم على الذنب توبا فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطه فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى إلهي بقدرتك علي تبعلي وبحلمك عن نعف عني وبعلمك بإرفق بي إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى غفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبتا نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه إلهي إن كان يقبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الظور يا عظيم البري يا عليما بما في السير يا جميل الستري استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك لديك فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر